موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اللطائف التي نتوقف عندها اليوم قوله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون كثير من المفسرين قالوا إن سيدنا يعقوب قال لهم ذلك خشية الحسد وبعضهم قال على أي شيء يحسدون لقد جاءوا من فلسطين بعد أن أصابهم القحط والجوع وحالهم يرثى لها وليس عندهم شيء يحسدون عليه والواقع أن سيدنا يعقوب عليه السلام بعد أن فقد يوسف وبيضت عيناه من كثرة البكاء خشية على بقية أبنائه فأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة حتى إذا حدث مكروه لا يحدث لهم جميعا ولذلك قال الله ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الإمام محمد الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير والحاجة التي في نفس يعقوب عليه السلام هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا من باب واحد كالتعرض لقطاع الطرق مثلا وتعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله بهذه اللطيفة نأتي إلى ختام لقاء اليوم مع مزيد من النطائف القرآنية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة